بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لحل المسائل من مقاومة المواد واختبارتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير محمد القصمتيني نواصل في شرح المسائل المرتبطة بالمحور الثاني الذي بعنوان Tension, Compression and Cheer ونشرح المسألة السابعة وهي مرتبطة بالشد معطى هنا خزان مضغوط يحتوي على غاز مضغوط بالداخل وهذا الخزان عليه Cover ومسكر بمسامير من الفوق قطر السيلندر قطر الخزان شكل استواني بقطر D D تساوي 25 سنتيمتر الضغط الداخلي P يساوي 2 ميجا باسكال أما قطر المسمار للمسامير المستعملة يساوي 12.5 ميلي متر والألاوابل تنسايلسترس الإجهاد المسموح به للمسمار هو 68.9 ميجا باسكال المطلوب هنا حساب عدد المسامير المناسب التي تتحمل هذه الظروف العمل أو هذا الضغط في الحقيقة أن الضغط الداخلي يتسبب في قوة دفع على الكفر بقيمة F تساوي البي اللي هو الضغط ضرب الاريا هي مساحة المساحة الدائرية للكفر أو لبيزل السيلندر فالأف الناتجة عن الضغط تساوي P ضرب الاريا تساوي P ضرب البي دي تربيع دي قطر السيلندر على أربع فتساوي 98.125 نيوتن يعني 98.125 كيلو نيوتن هذه القوة الإجمالية التي تضغط من الداخل على الكبر بالنسبة للقوة المسلطة على البولت على المسمار في الحقيقة العلاقة ما بين القوة المسلطة على المسمار والقوة التي حسبناها وهي total force على الكبر الرابط ما بينهم أو القاسم المشترك هو عدد المسامير فعدد المسامير يساوي total force acting on the cover plate تقسيم force for each bolt القوة الخاصة بكل مسمار من أين نجيبها؟ نجيبها من قانون stress sigma تساوي force على area allowable stress معطى بقيمة 68.9 ميجا باسكال والarea ممكن حسابها بما أنه area هي pi d تربيع للمسمار على أربع والd معطى بقيمة 12.5 ميلي متر فهنا يمكننا حساب ال f bolt تساوي 8451.02 نيوتن يعني 8.451 كيلو نيوتن يكفي أن نقسم قيمة total force الموجودة بالداخل على السيلندر وهي 98.000 نيوتن تقسيم force لكل مسمار وهي 8451 نيوتن نتحصل على أن عدد المسامير يكون في حدود 11.6 مسمار وبالتالي نأخذ العدد الصحيح الموالي له الذي بعده وبالتالي نعتمد 12 مسمار لهذا التطبيق ترجمة نانسي قنقر